السلام عليكم ورحمة الله وبركاته استكمالا لسلسلة فيديوهات العمرة وشرحي لكل حاجة انت هتحتاجيها والاستفساراتكم والاسئلتكم كل حاجة هتلاقيها في الفيديو ده ان شاء الله بس قبل ما بدأ نصلي واستهلم على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وقبل ما انسى لازم تاخدي معاك فلوس مصري خمسات عشرات عشرينات على قد مقدرتك خدي فلوس فكة مصري وهقولك ليه بس لما نبدأ الفيديو ونشوف الحاجات اللي هنحطها في شنطة العمرة اللي بناخدها معانا الحرم باذن الله سواء في العمرة في ادائك للعمرة او اللي بتاخديها معاك يوميا وايه الحاجات الضرورية اللي هتحطيها فيها وهنبدأ باهم حاجة هو المصحف وهي هناك فيه مصحف كتير وكل حاجة بس انت على ما توصلي للمكان اللي فيه المصحف هتخدي وقته وجهده وممكن يقفله الصحن الكعبة فمتعرفيش تصلي في الصحن فخدي معاك مصحف بتاعك واحسن مصحف ممكن تخديه اللي هو الاجزاء ده بحيث تخدي جزء صغير جزء منه خمس اجزاء مثلا تكمليهم او تحاولي تخلصيهم في الحرم باذن الله في الصلاة وهنا كمان هحط كل اوراقي بقى جواز السفر التذكرة كل اوراقي كنت بحطها في الشنطة دي ما كنتش بخرجها من الشنطة دي صراحة خالص لان انت ما تضمنيش الظروف فخلي اوراقي كلها دايما معاك والنظارة الشمس طبعا مهمة جدا جدا سبحتك ما تنسهاش برضو لان انت طول ما انت قاعدة في الحرم من قراءة القرآن لتسبيح لصلاة كله كله وكل العبادات الريالات بتاعتك اللي انت مبدلاها قدامك حل من الاتنين في موضوع الفلوس السعودي اللي انت بتخديها معاك انا اولا علشان زي ما بقولك قدامك حل من الاتنين انا علشان انا بصلي وانا قاعدة فكنت حطاها في الشنطة هنا عادي معايا والشنطة متعلقة في كتفي ما بقى لعهاش فلكن انت لو هتصلي وانت وقفة طبعا مش هينفع الشنطة هتدايق وهي متعلقة فهتعملي ايه اما ان انت هتجيبي قميس القميس اللي هو بتاع الاحرام بيبقى فيه سستة كده في السدر بتحطي فيها الفلوس او انك تعملي فاكرة الكيس اللي كانوا بيعملوه بيعملوه امهاتنا زمان ويحطوه في رقابتهم كده اللي هو المكاشكش ده مش عارفة وصفهولك بس انتوا اكيد كلكوا عارفين وبتعلقيه في سدرك وبتحطي فيه الفلوس ودي بقى الفلوس المصري اللي قلتلك تخديها في بداية الفيديو الخمسات والعشرات بصراحة انا ما خدتهاش انا ما خدتهاش لاني ما كنتش اعرف بس واحدة صاحبتي كانت معايا ربنا يمسيها بالخير يا رب وافتكر لها كل خير كانت جايبة معايا فلوس خمسات وعشرات مصري بتوزعها صدقة على الخدام اللي في الحرم الناس دي طبعا على قد حالهم وبيبقوا مستنيين حاجات زي كده فبتديهم وهم بيبدلوها بعد كده بالسعود فدي لان الصدقة هناك طبعا بالضعف فلازم تخدي معاك انا ما حلفنيش الحظ بصراحة ان حد قال لي قبل ما اروح فعشان كده ما اخدتش يا رب حتى ولو ميت جنيه على قد ما قدرتك خمسين جنيه على قد ما تقدري خدي وعمليها صدقة نوع من انواع الصدقة بالاضافة لكرسي مثلا هتسيبيه وقف للحرم السجادة بتاعتك والسبحة زي ما قلتلك يعني السجادة برضو علشان ما تضطريش اه لو مثلا صليتي في صحن الحرم فبيبقى سراميك وانت هتصلي وانت وقفة زي ما بقولك لو انت هتصلي على كرسي خلاص تمام انت بتاخدي كرسي لو هتصلي على سجادة يبقى لازم تاخدي سجادة معاكي واللهم صلي على النبي كمان بتاخدي ممكن تاخدي تجيب السجادة اللي هي بمسند دي لانك انت هتعودي فترة طويلة فدي بتبقى كويسة والمقص لو انت بقى راح العمرة او انت هتعملي العمرة بقى هو يعني انت واخد الشنطة ونازلة هتعملي العمرة فلازم تاخدي المقص الصغير ده معاكي علشان تحلي احرامك بانك بتقصي شعرك زي ما قلتلك في الفيديوهات اللي قبل كده بتركني على جنب كده في اخر شوت من الصفة للمروة بتركني على جنب وبتقصي طرطوفة شعرك قدرة انملة دي السنة كل الحاجات دي لازم تكون في شنطتك كل الحاجات دي لازم تكون في شنطتك سواء هتاخدي الشنطة الصغيرة دي او هتاخدي شنطة كبيرة ايا كان على حسب الحاجات اللي انت لو انت السجادة بتاعتك رفيعة كل ده ممكن هيتلم في الشنطة الصغيرة اللي قدامكو دي هي من الصغيرة هي معقولة يعني انا كنت بحط فيها حاجتي كلها والحاجة التانية بقى اللي انسيت اصورها في الفيديو ولازم افكرك بيها ان اكتخدي معاكي باكو بسكوت قطعة شوكولاتة اي حاجة بحيث لو قعدتي فترة طويلة مثلا وجوعتي او هبطتي وكده بتكلي باكو البسكوت لتصبيرة لحد ما تروحي تتغدي او تتعش ودي الكمامة طبعا اوعي 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 تنسيها بالله عليكي انا ما حطتش الكمامة واستهونت وكنت فرحانة بقى طبعا ومش عايزة اي حاجة تلخمني واي حاجة كنت عايزة استنشق هواء مكة بصراحة فقلت مش هحط الكمامة لكن اه ربنا يحفظكم جميعا يا رب اتعب تتعب شديد ولان كل في الحرم كانوا بيقحوا فجاني دور الف الونزة شديد فانا بحذرك لازم لازم الكمامة حتى وانتي في صحن الكعبة حتى وانتي بتصلي ما تقلعيش الكمامة علشان تكملي عمرتك على خير وسلام يا رب اه ده تليفونك طبعا ما تنسهوش وخاصة لو انتي عاملة خط اه سعودي حدا هيتصل بيك اه عايزة تدخلي على النت اه اي حاجة او لو عايزة تاخدي اه ذكرى سوى التسكرية فموبايلك مهم طبعا اه المناديل بس زي ما قلتلك معلش لازم انبه برضو ما تصوريش اثناء العمرة وانتي بتعملي العمرة بتاعتك خلي عمرتك خلصة لوجه الله ما تصوريش وانتي بتعملي العمرة ابدا اه العمرة لا فيها رياء ولا فيها اي لا خليها خلصة لوجه الله بعد ما تخلصي عمرتك زي ما قلتلك اعملي زي ما انتي عايزة بقى وخدي صور وصوري فيديوهات زي ما انتي عايزة بس المهم بعد العمرة مش اثناء اه العمرة دي الحاجات اهو انا بقربلك الكاميرا عليها عشان تفتكريها عندك وانتي بتجهزي الشنط ما تنسهاش زي ما قلتلك الفلوس المصري دي مهمة والله كمان لو جبتي زي ما قلتلك حلويات اه معجنات ووزعتها كل دي بصدقات جارية في الحرم ان شاء الله هعمل فيديو بالصدقة الجارية يعني فيديو خاص بالصدقات اللي ممكن تعمليها اه في الحرم هي كتيرة جدا وافكار كتيرة جدا ان شاء الله باذن الله هعملك فيديو خاص ليها اه انا حبيت بس يا رب اكون اه افدتكم ويا رب بتكون فيديوهاتي مفيدة ليكم ربنا يجعلها في ميزان حسناتي وحسناتكم لما تشاركوها باذن الله والسلام عليكم